على صعيد المتصلة افتتح وكيل محافظة حضر موت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم مركز العزل العلاجي الاحترازي لفيروس كورونا المسجد بهيئة مستشفى سيئون بتمويل من وزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية ويضم المركز خمسة غرف تحوي عشرة سرة قابلة للزيادة إلى عشرين سريرا إضافة إلى غرفة للعناية المركزة وأربع سيارات إسعاف وأوضح الكثيري أن العمل يجري حاليا لتجهيز وافتتاح المحجر الطبي بوادي حضر موت خلال الأيام القادمة فتحنا في هذا اليوم الجزو قسم في مستشفى هيئة السيئون نتمنى إن شاء الله في نهاية الأسبوع هذا أن نفتتاح المحجر الكبير في وادي حضر موت نجهز أنفسنا لأي حالة طارية إلى حد أن نحمد الله سبحانه وتعالى أنه لم تسجل أي حالة في وادي ولا في اليمن عامة ولكن يجب أن الكل يحترز من هذا وأقل إحترازية رسالة من الآن نوجهها لكل مواطني وادي حضر موت في الوادي خاصة في الحضر موت عامة في اليمن بشكل عام كامل ترجمة نانسي قنقر